ثلاث جولات من المفاوضات وثلاثة مبعوثين أمميين وثلاث سنوات من الحرب وما بينها تتسع خارطة الحزن اليمني ويضيق الأمل الأمل هذه المرة محمولا في حقبة المبعوث الأممي الجديد مارتين جريفث الذي يزور صنعاء للمرة الثانية منذ تسلمه منصبه للتشاور مع ميليشيات الحوثي حول استئناف المفاوضات في إطار مساعيه للقاء الأطراف اليمنية قبل تقديمه خريطة لإحياء عمليات السلام المتغثرة كان المبعوث الأممي في إحاطته الأولى لمجلس الأمن الدولي قد أكد على جميع أطراف النزاع التخلي عن الشروط المسبقة لإجراء المحادثات توقيت زيارة المبعوث كما يبدو تتناسب مع ما يحدث ميدانيا فقوات التحالف العربي تقف على مشارف مدينة الحديدة وفي نقاط التماس مع معقل زعيم الميليشيات بسعدة من الواضح الآن أن الحوثية أمام خيارات حادة فإما أن يعود إلى طاولة المفاوضات لترتيب أوراقه ولملمة شتاته الميدانية أو يستمر في موقفه المتصلب ويواجه أسلحة الجيش الوطني والتحالف دون سند دولي في معركة صعدة والحديدة غير أن مراقبين يرون أن تطورات السريعة والمتلاحقة في الساحل الغربي لم تكن إلا رسالة دولية للحوثيين لإلزامهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات أو أن للسلاح صوتاً أعلى آخر مفاوضات في الكويت كانت صيغة متقدمة خطت فيها الحكومة الشرعية خطوة جريئة كان يفترض بالحوثيين قبولها حسب متابعين تتمثل خلاصتها في الدخول بالملف الأمني مباشرة ويعقبها الدخول في العملية السياسية من أجل تشكيل حكومة مشتركة غير أن هذه المرة ربما بات على حكومة هذه أن تخوض معركتها في أكثر من جانب فقد برز المجلس الانتقالي ككتلة سياسية وعسكرية جديدة ومحاطاً برعاية ورغبة إماراتية